فإذا كنت في وليمة فلا تقل كيف ينبغي الأكل بل كل كما ينبغي وإذا دار أي حديث بين الجهال حول أي نظريات فلسفية فالزم الصمت دائما فثمت خطر كبير بأن تقيأ في الحال ما لم تهضمه وعندما يأتي اليوم الذي يقال لك فيه إنك لا تعرف شيئا فلا يثير ذلك غضبك ولا سخطك فطق عندئذ أنك قد وضعت قدمك على بداية طريق الحكمة واحد من كلاسيكيات الأدب الروماني القديم لأحد الفلاسفة الرواقيين الأخلاقيين المتأخرين الذي رسخ في كتابه مبادئ الفلسفة الرواقية الأخلاقية إذ يقدم نظرتها في فلسفة الحياة والموت ورؤيتها للتصالح بين النفس والطبيعة وكيفية تقبل أحكام القدر مثل إبكتيتوس ما يمكن أن يطلق عليه الفيلسوف الشعبي فداعت شهرته وانتشرت تعاليمه في شتى أرجاء الإمبراطورية الرومانية وتأثر به الإمبراطور ماركوس أوريليوس لم يترك إبكتيتوس أثرا مكتوبا بل قام تلميذه لافيوس أريانوس بجمع أفكاره في كتاب المحادثات ثم قرر اختصاره ليخرج إلينا في هذا المختصر المختصر تأليف إبكتيتوس دراسة وترجمة عاد المصطفى الإهداء إلى ملهمنا الأخير وبلسمنا المتبقي لنداوبه البشاعة إلى شوبان العود الأستاذ نصير شمى طائر من الغيب حتى على غصننا الواهم في الوقت الخطأ فما أجازه لدينا سوى أن الفن الحقيقي لا زمن له عاد المصطفى مقدمة لم يكن فريديريك الأكبر يذهب في حملة عسكرية إلا وهو يحمل في حقيبته نسخة من المختصر جيمس ستوكدال في مدرسته الفلسفية في نقو بوليس يقف هذا الشيخ النحيل بين تلامبته من صفوة الشبيبة الرومانية مكللا بتواضعه مدججا بصدقه مسيجا بحيائه وجوده كله ينبض في كلماته كلماته المتوهجة التي تضج بالحياة وتكتنز بالمعنى وتغنى بالجمال عن الزينة فيتلقفها تلميذه النابه فلافيوس أريانوس وينزلها في الرق كما هي حريصا عليها ضنينا بها ثم لا يجد بدا من الإشراف على نشرها بنفسه وقد علم أن الشراكة في الحكمة لا تنقصها وأن تحريك الرياحين يزيدها طيبا ذلك هو إبكتيتوس الفيلسوف الرواقي الذي نبه شأنه في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي والثلث الأول من القرن الثاني وكانت حياته صورة لفكره ورفع نفسه من العبودية والبؤس إلى أعلى مدارج الحياة العقلية والروحية عبد أعرج معوز ولكن عزيز لدى الآلهة كما نقش على شاهد قبره أحبه الإمبراطور هادريان وأثره وقيل إنه زار مدرسته في نقوب بوليس واقتبس منه الإمبراطور ماركوس أوريليوس كثيرا في التأملات وكتب فيها إنني لمدين لريستيكوس بتعرفي على محادثات إبكتيتوس التي تفضل علي بنسخته الخاصة منها التأملات ويدكره أوريجين ويقول عنه إنه عمل خيرا مما عمله أفلاطون كما أثنى عليه القديس أوغستين في الفصل الخامس من مدينة الله أما بليس باسكال أحد أمراء البيان في كل العصور فكان يعد محادثات إبكتيتوس أحد أعز كتابين لديه ويعتبره ماثيو أرنولد واحدا من ثلاث شخصيات تاريخية هي الأكثر إلهاما له وعونا في الأوقات العصيبة يسأل قارئ المحادثات والمختصر من أين لهذا الشيخ الواهن كل هذه الإمرة وهذا السلطان على طلبته من علية الرومان حكام العالم في ذلك الزمان ذلك شيء لا يكون إلا علويا تلك إمرة العقل وسلطان الحكمة إنه ليرأم الشاب الفتية ويلقي القول على قلبه فيقلم عتوه ويذهب بشرته ويعده لدوره ويشكله بفلسفته ويؤتي فيه أثره كأن قلبه في يده وقلوب الشباب في ظلاله إلزم الصمت فثمت خطر كبير بأن تقيأ في الحال ما لم تهضم مدرسة الفيلسوف مشفى لا يفترض أن يروح منه الطلاب في لذة بل في ألم يظل الكثيرون أن الحر فقط هو من ينبغي أن يتعلم بينما يرى الفلاسفة أن المتعلم فقط هو الحر لكل نوع من الكائنات جماله وجمال الإنسان في الجانب الإنساني منه العقل وفي هذا فلتعمل التطري والتهذيب أما شعرك فدعه لمن جبله وفق اختياره إننا نتحدث عن أنفسنا كأننا معدات أو أمعاء أو سوآت فنخاف ونرغب ونتملق الذين يقدرون على مساعدتنا في هذه الأشياء ونخشاهم أيضا لا أحد يرسم أمامه دريئة من أجل أن يخطئها أنت روح ضئيلة تضطرب هنا وهناك حاملة جثة لقد فزت بخير من الوليمة التي فاتتك فزت بإعفائك من التزلف ليست الأشياء ما يكرب الناس بل فكرتهم عن الأشياء من يرضى بالعيش حيثما وضعه الله فإنه على استعداد لمغادرة مسكن الروح إذا كان البيت مليئا بالدخان هو إن كان حاضقا فسيعرف جدارتك أما إن كان غير حاضق فلن يقدرك وإن كتبت إليه مئة توصية لا تغضب إذا باح لك المعلم بحقيقة جهلك وهل تغضب من الطبيب إذا أخبرك بحقيقة مرضك أو من المرآة إذا عكست لك حقيقة منظرك كما هو صحبة الفلاسفة خير من صحبة الأغنياء لن يلحق بك خزي إذا أنت شوهدت على أبواب الفلاسفة ولن تعود أدراجك خاوي الوفاد الخائن منبوذ يفر منه الجميع فرارهم من الزنابير لا تقل فقدته قل رددته فهل يهمك بوساطة من استرد منك الواهب ما أعطى محصن بالفلسفة لا حد بعد الحد التعفف امتلاك مضاعف يسر القول في مسمع الفتى من هؤلاء مسر النصغ في النبتة فيشيع فيه ويمس ضميره ويتحول إلى كيان عضوي إلى حياة عدتك في المحن يقول بيرتاند راسل في تاريخ الفلسفة الغربية ثم تصدق وبساطة عظيمان في الكتابات التي تسجل تعليم أبكتيتوس وإن أخلاقه لرفيعة وعلوية وقل ما يجد المرء أي تعاليمة فوقها إسعافا له حين يكون في موقف يقتضيه في المقام الأول أن يقاوم سلطة مستبدة يعلم أبكتيتوس أن ليس تمت من أذى حقيقي يمكن أن يلحق بالمرء إلا ما يجره العقل على نفسه حين يخطئ في أحكامه عن الأشياء الضرر لا يكون إلا ذاتياً ليس تمت معناً لأن يكون المرء ضحية لغيره فالمرء لا يمكن أن يكون ضحية إلا لنفسه إذا مثلت أمام جبهر الأرض فتذكر أن هناك من يرنو من الأعالي إلى ما يجري وأن عليك أن ترضيه لا أن ترضي هذا الإنسان وتذكر قول سقراط بوسع أنيتوس وميليتوس بالتأكيد أن يقتلاني أما أن يؤذياني فذاك ما ليس في وسعهما واختم مرافعتك بقولك أنا لن أتضرع إليك ولن أبالي بالحكم الذي ستتخذه فأنت الذي على المحك الآن إنما أنت من يحاكم الآن وليس أنا كن على يقين من الموت فذاك أمر لا حيلة فيه ولكن احترس من الخوف من الموت فذلك أمر في قدرتك من التعس أن تنضج أكواز الضرى ثم لا تحصد ومن التعس أن يكبر الإنسان ثم لا يموت جميع الطرق الموصلة إلى هذه متساوية ولكن إن شئت الحقيقة فإن طريق الطاغية مختصرة الطاغية الذي يحكم عليك بالقتل فلن نعرف طاغية قتل إنسانا في ستة أشهر أما الحمى فكثيرا ما تستغرق عاما لكي تقتل كل هذه الأشياء مجرد لغط وضجة أسماء فارغة عصى هرمس الإرادة الخيرة عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه الإمام علي الإرادة الخيرة تحول كل الشرور الخارجية إلى خير صميم ومادة لممارسة الفضيلة هل تكالبت عليك المتاعب وتعاورتك الخطوب؟ هذه مناسبة لممارسة الصبر والجلد هل أساء إليك جارك؟ تلك فرصة لتدريب وجدانك على العفو والصفح والإحسان جرب هذا السلاح الجديد الذي يلقف كل الأسلحة المضادة ويرد إليك عدو الأمس صديقا مخلصا ووليا حميما هذه هي عصى هيرمس السحرية التي تحول كل شيء تمسه إلى ذهب إذا ألم بأي شيء من هذه الأشياء فما زال بوسعي أن أفيد منه خيرا هات ما شئت ولسوف أحيله إلى خير المرض الموت الفقر السب السجن كل أولئك يصير مادة لعمل الإرادة تستخلص منه الخير وتصنع منه السعادة لقد تعرض إبكتيتوس في مستهل حياته لأبلغ ضروب القسوة والغلدة ورأى الفساد والطغيان رأي العين فما استكان لما لقى ولا جزع بل استخلص منه حكمة وورعا بسطا ظلهما على عصره وأصبح مضرب الأمثال في كل العصور بما ينبغي على المرء أن يتسلح في مثل هذه الظروف أيكون بشيء آخر غير التمييز بين ما لي وما ليس لي بين ما بوسعي وما ليس بوسعي ينبغي أن أموت ولكن هل يعني ذلك أنني ينبغي أن أموت نائحا ينبغي أن أصفض بالأغلال ولكن هل ينبغي أيضا أن أئن وأعول ينبغي أن أنفى ولكن من ذا الذي يمنعني من أن أذهب إلى المنفى مبتسما منشرحا وادعا المرض إعاقة للبدن ولكن ليس للإرادة إلا إذا شاءت الإرادة ذلك العرج إعاقة للأرجل وليس للإرادة وقل الشيء نفسه عن كل شيء يحدث فلسوف تجده إعاقة لشيء آخر ولكن ليس لك أنت أرني رجلا برغم المرض فهو سعيد وبرغم الخطر فهو سعيد وبرغم السجن فهو سعيد أكون قد رأيت رواقيا خلاصك وتلفك كلاهما يقبع داخلك كلاهما قرارك الخاص سدة القضاء عالية وغيابة السجن واطئة غير أن بوسع الإرادة أن تبقى متكافئة إذا اخترت لها ذلك في الحالين وستكون سقراطا إذا استطعت أن تكتب أناشيد شكر وأنت في السجن العلاج الفلسفي نحن مسؤولون عن انفعالاتنا الانفعالات أحكام أو تضمر أحكاما قبلناها بإرادتنا وصدقنا عليها باختيارنا الانفعالات تقييمات تقديرات طرائق في إدراك العالم والحكم على الأشياء والتأمل العقلي يتيح لنا مراجعة الأحكام المبتصر حول ما رأيناه إهانة أو فقدانا من شأن هذه المراجعات المعرفية أن تخلصنا من قبضة الانفعالة السلبية الموت ليس مريعا وإنما المريع هو الحكم بأن الموت مريع من شتمك أو ضربك لم يهنك وإنما الذي أهانك هو حكمك بأن هذه الأشياء هانة لا تحذت نفسك بأن هذه الأشياء ضرورية ولن تعود ضرورية ليس لزاما أن نتخلص من الفقر بل أن نتخلص من فكرتنا عن الفقر ولسوف نكون بخير حال صحح الفكرة يصح الانفعال فكرة رواقية بسيطة تلقفها السيكولوجيون المعاصرون فجعلوا منها مدارس علاجية وطيدة وصيحات سايكوباتولوجية رائجة تقوم على تغيير الانفعالات المرضية كالاكتئاب، القلق، الخوف، الهلع بتغيير الفكر عملا بقول ششرون أعمل مجاذيف الفكر إذا شئت أن تحول النفس الاكتفاء بالفضيلة كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما الإمام علي الاكتفاء بالذات، السياد على الذات هذا هو الدرس الرواقي الأول وهذا هو الترياق الناجع ضد الروح المادية الاستهلاكية البائسة التي تسود المشهد المعاصر أما أن تفغر فمك وما تنفك تلهث وراء الأشياء الخارجية فلا منص لك من أن تهرول هنا وهناك وفقا لإرادة سيدك من هو سيدك؟ هو من يملك أن يمنح تلك الأشياء أو يمنعها اللدة والمال والمجد أشياء رواغة وغير مضمونة والمراهن عليها خاسر وإن ربح إننا نعيش في عالم هرقليطي دائب التضفق لا تبات فيه إلا التغير ولكي نظفر بالسعادة فإن علينا أن لا نتشبت بما هو بطبيعته عابر وصائر وملفت علينا أن لا نهذهد رغباتنا بل نقتلها ألا نغنى بالأشياء بل عنها أشرف الغنى ترك المنى والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها الفضيلة هي الخير الوحيد الفضيلة غاية في ذاتها وليست وسيلة إلى أي شيء آخر الفضيلة ثواب ذاتها لست مضحيا بشيء حين تترك كل شيء من أجل الفضيلة لا تدعوه سعيدا من اكتسب شيئا بطريقة ممقوطة ومغطية لك وماذا ارتكبت العناية إذ تعطي ما هو أفضل لمن هو أفضل ألا تفضل أن تكون شريفا على أن تكون غنيا؟ لماذا تغضب إذن ما دمت تحظى بالأفضل؟ للأعلى دائما ميزة على سواه في الشيء الذي فيه على إنما العبرة في أن يصح العزم على أمر صائب كم حكمة هي جهل وغفلة هي فخر الشخص الذي سرق مصباح إبكتيتوس كان أكثر منه يقضة ولكنه اشترى المصباح بثمان باهد بالصيرورة لسا فيما غضبك على البعض لأنهم يغشون وينهبون وينافقون لقد ارتكبوا خطأا في فهم طبيعة الخير والشر ذلك أدنى أن ترثي لهم وتشفق عليهم وتظهرهم على خطائهم لا أن تبغضهم وتلعنهم وتهجرهم فإذا فشلت في ذلك فتحمل ضريبة فشلك السماح والعفو كل إثم تناقض لأن أولئك الذين يأثمون لا يرغبون في ذلك إنهم يريدون تحقيق مصلحتهم ولكن هل هم يحققونها؟ كلا فالخير الوحيد هو الفضيلة لقد ارتكبوا تناقضا الملك العاقل تبغض التناقض اكشف لها تناقضا ولا سوف تقلع عنه فإذا فشلت فاعتب على نفسك لا على من فشلت في إقناعه المختصر الواجب المدرسي الرواقي لسانك يقتضي كما عودته السجايا والسمات ترسخ ذاتها بمعنى ما التوقح يرسخ الوقاحة والغدر يوطد الغدر والتطفيف في الأخذ والعطاء يجعل الجشع أكثر جشعا من هنا تأتي أهمية التدريب والاعتياد يوصينا الفلاسفة بأن لا نكتفي بالتحصيل والدرس بل نقرنهما بالفعل والممارسة لقد طال اعتيادنا للأفعال والاستجابات السلبية حتى تحولت إلى عادة تجداد صلابة بالتكرار والتواطر وطال اعتيادنا للانفعالات العنيفة حتى أصبح الطبيعة ثانية إن الحديد بالحديد يفلح ولا يفل العادة إلا العادة المضادة التدريب هذا هو الواجب المدرسي الرواقي إذا كنت غضوبا نكدا فإن علي أن آخذ نفسي بالتدريب على التسامح والعفو وأن أفرح بكل يوم يمر وقد أمكنني أن أقابل الإساءة بالإحسان والإهانة بالصفح فإذا مر شهر وصفحتي نقية من النزق والغل أكون قد أحرص تقدما على الدرب وآتي تبرا بنفسي المواجدة ومواطنة العالم لا وطن للكراهية والأنانية الأخوة لا وطن لها لا مارتين ليس بلد أحق بك من بلد خير البلاد ما حملك الإمام علي لماذا تضيق على ذاتك دائرة الانتساب حتى تختنق بنفسك وتشرق بريقك كن مواطن العالم مواطنة العالم لا تنفي ولائك لوطنك المحلي بل تطهر هذا الولاء وتنقذه من التعنت والتزمت والشوفيني البلهاء تعلم كيف تضع نفسك موضع هذا الآخر المغاير كيف تضع قدمك في حدائه كيف تغمض نفسك تقمسا وخيالا في ظروفه وأوضاعه وطباعه وترى الوجود في زاويته تعلم مقايدة المواقع في المخيلة بتعبير آدم سميث تلك هي المواجدة ملاك الدكائل انفعالي وقوام الكزم بوليطانية الرواقية وشرط الاندماج في عصر العولمة فالعالمية ليست وقفا على الاقتصاد بل تشمل مجتمعنا الأخلاقي أيضا ولسوف تطرفك هذه المواطنة الرحبة بهداياها أشقاء جدد بيض وسود رجال ونساء أحرار وعبيد إخوتك الذين لا تعرفهم أحباؤك الذين حجبتهم عنك غمامة القبيلة عانق إن كان عطفك قد جف فلسوف يدر مرة ثانية ويغمرك بالدفء والغبطة بل تعرف على نفسك فيهم فأنت لن تعرف ذاتك إلا عبرهم بالصفاء والانفتاح صفاء الرؤية والانفتاح الروح يتمدد نطاق الخاص ويضيف إليه أسقاعا ويضم ممالك المختصر هو لمع من المحادثات اقتبسها أريان ودونها بصياغة محكمة فصارت شأن المحادثات من عيون التراث الغربي وروائعه الخوالد لا يغني المختصر عن قراءة المحادثات غير أنه يسعف القارئ المعاصر المتعجل المقل وما لا يدرك كله لا يترك كله كما أن المختصر قد حفظ لنا نتفا من المحادثات المفقودة أي من الأبواب الأربعة التي قيل إنها فقدت من الأبواب الثمانية الأصيلة للمحادثات ولسنا نجدها حقا في المحادثات المتوافرة لدينا وبهذا الاعتبار يمكن القول أيضا بأن قراءة المحادثات لا تغني عن قراءة المختصر كان المختصر كتابا مفضلا لدى بعض المسيحيين الأوائل وقد صار مع تغيير طفيف لبعض الكلمات ضربا من الدليل المرشد عند القديس نيلوس وعند نساك جبال سيناء ويقول جيمس توكدال في محاضرته شجاعة تحت النيران اختبار مبادئ إبكتيتوس في مختبر للسلوك البشري أنبأني رين لاندر أن فريدريك الأكبر لم يكن يذهب في حملة عسكرية إلا وهو يحمل في حقيبته نسخة من المختصر الدرس الأخير تملك الأفكار بحسبك من حديث عما يكونه الرجل الصالح كن رجلا صالحا ماركوس أوريليوس ولست أعتد للفتى حسبا حتى يرى في أفعاله حسبه البحتري آية الهضم التام أن يتحول المهضوم إلى الهاضم فأنت كما يقول بياغيه حين تهضم الملفوف فإنك تحوله إلى أنسجتك وبنائك العضوي ولا تتحول أنت إلى ملفوف وكذا أيضا يقول إبكتيتوس إنه يهيب بالطالب ألا يتعجل الدعاء العلم والتصدي لوعظ الناس قبل أن يتملك أفكاره تملكا حقيقيا ويتمثلها تمثلا تاما لا تقل أبدا إن فيلسوف ولا تكتر الحديث بين الجهال عن نظرياتك بل بينها بالأفعال فإذا كنت في وليمة فلا تقل كيف ينبغي الأكل بل كل كما ينبغي وإذا دار أي حديث بين الجهال حول أي نظريات فلسفية فالزم الصمت دائما فثمت خطر كبير بأن تقيئ في الحال ما لم تهضمه وعندما يأتي اليوم الذي يقال لك فيه إنك لا تعرف شيئا فلا يثير ذلك غضبك ولا سخطك فطق عندئذ أنك قد وضعت قدمك على بداية طريق الحكمة ذلك أنه حتى الخراف لا تقيء عشبها لكي تري الرعاة كم أكلت بل عندما تهضم الكلأ داخلها فإنها تخرجه صوفا ولبنا أنت أيضا لا تظهر النظريات للجهال بل الأفعال الناتج عن النظريات بعد أن يتم هضمها لا تلقي على الناس مواعدا فلسفية بل أرهم في نموذجك الخاص أي صنف من البشر تصنع الفلسفة وكف عن العبد من شأن الفكر الذي تتملكه حقا أن يتحول من جلبة مسموعة إلى مشهد مرئي أن يتجلى في أفعالك ويذوب في كيانك ويغيب فيك عاد المصطفى شكرا